والمثال التالي يوضح كيفية حساب الأرقام القياسية يبين الجدول التالي الأسعار بالريالات والكميات المستهلكة من أربعة سلع السهلاكية للعامين 2000 ميلادية و2005 ميلادية والمطلوب حساب نيالي رقم واحد الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار رقم اثنين الرقم القياسي التجميعي للأسعار مرجحا بكميات سنة الأساس رقم لسبير رقم ثلاثة الرقم القياسي التجميعي للأسعار مرجحا بكميات سنة المقارنة رقم باش رقم أربعة الرقم القياسي الأمثل للأسعار رقم فشر لحساب الأرقام المطلوبة يتم تكوين الجدول التالي وباعتبار أن سنة الأساس هي سنة 2000 وهي السنة الصغرى وسنة المقارنة هي سنة 2005 وهي السنة الكبرى يتم تكوين الجدول التالي العمود الأول هو عمود السلع العمود الثاني هو عمود يحتوي على أسعار السلع سنة الأساس وبجمع قيم هذا العمود نحصل على المجموع سمشا بصف العمود الثالث هو عمود الكميات في سنة الأساس العمود الرابع هو عمود يحتوي على الأسعار في سنة المقارنة وبجمع قيم هذا العمود نحصل على المجموع سمشا بي واحد العمود رقم خمسة هو عمود يحتوي على الكميات في سنة المقارنة ثم نقوم بحساب العمود رقم ستة وهو عمود يحتوي على القيم الناتجة من حاصل ضرب بي صف في كيو صف ويمكن الحصول عليه بضرب قيم العمود رقم اثنين في قيم العمود رقم ثلاثة وبجمع القيم الموجودة في هذا العمود نحصل على مجموع سمشن تي صف كيو صف العمود رقم سبعة هو عمود يحتوي على قيم الناتجة من حاصل ضرب بي صف كيو واحد ويمكن الحصول عليه بضرب قيم العمود رقم اثنين في قيم العمود رقم خمسة وبجمع القيم الموجودة في هذا العمود نحصل على المجموع سمشن بي صف كيو واحد العمود رقم تمانية هو العمود الذي يحتوي على القيم النتجة من حاصل ضرب بي واحد بي كيو صف ويمكن الحصول عليه بضرب قيم العمود رقم اربعة في قيم العمود رقم ثلاثة وبجمع القيم الموجودة في هذا العمود نحصل على المجموع سمشن بي واحد كيو صف العمود رقم تسعة هو عمود يحتوي على القيم النتجة من حاصل ضرب بي واحد كيو واحد ويمكن الحصول عليه بضرب قيم العمود رقم اربعة في قيم العمود رقم خمسة وبجمع القيم الموجودة في هذا العمود نحصل على المجموع سمشن بي واحد كيو واحد ثم نستخدم هذه المجمع في الحصول على الأرقام المطلوبة كما يلي رقم واحد الرقم القياسي التجميع البسيط للأسعار نحصل عليه بالتعويض في المعادلة IS يساوي سمشن بي واحد على سمشن بي صفر في مية أي اربعة وخمسين على ستة وعشرين في مية يساوي ماتين وسبعة وتسعة وستمين مية في المية والناتج من هذا الرقم يدل على أن المستوى العام لأسعار السلع الأربعة قد ارتفع في سنة ألفين وخمسة بنسبة مية وسبعة وتسعة وستين من مية في المية وذلك مقارنة بأسعار سنة ألفين رقم اتنين الرقم القياسي التجميعي للأسعار مرجحا بكميات سنة الأساس رقم لسبير يمكن حسابه بالمعادلة IR يساوي سميشن بي واحد كيو صفر على سميشن بي صفر كيو صفر في المية أي خمس تلاف خمس ومية وستين على تلات تلاف ماتين وخمسين في المية يساوي مية واحد وسبعين وواحد من مية في المية وهذا يدل على أن المستوى العام لأسعار السلع قد ارتفع في سنة ألفين وخمسة بنسبة مية واحد وسبعين خطأ وهذا يدل على أن المستوى العام لأسعار السلع قد ارتفع في سنة ألفين وخمسة بنسبة واحد وسبعين وواحد من مية في المية وذلك مقارنة بأسعار سنة ألفين رقم ثلاثة الرقم القياسي التجميعي للأسعار مرجحا بكميات سنة المقارنة رقم باش يمكن حسابه بالمعادلة IP يساوي صميشن بي واحد كيو واحد على صميشن بي صفر كيو واحد في مية أي يساوي ستلاف مية وخمسين على تلات تلاف ربعمية وثسعين في مية يساوي مية ستة وسبعين واثنين من مية في المية وناتج هذا الرقم يدل على أن المستوى العام لأسعار السلع الأربعة قد ارتفع في سنة ألفين وخمسة بنسبة ستة وسبعين واثنين من مية في المية وذلك مقارنة بأسعار سنة ألفين رقم أربعة الرقم القياسي الأمثل لأسعار رقم فشر يمكن حساب المعادلة IF يساوي الجازر التربيعي لرقم لسفير في رقم باش أي يساوي مية وواحد وسبعين وواحد من عشرة في مية ستة وسبعين واثنين من عشرة أي يساوي مية تلاتة وسبعين وستة من عشرة في المية وهذا يدل على أن المستوى العام لأسعار السلع الأربعة قد ارتفع في سنة ألفين وخمسة بنسبة تلاتة وسبعين وستة من عشرة وذلك مقارنة بأسعار سنة ألفين بعض الملاحظات على حل التمرين السابق لاحظنا أن مستوى الأسعار قد زاد وذلك لأن الأرقام جميعها أكبر من مية في المية أما لو كانت الأرقام أقل من مية في المية كان يمكن القول أن هناك انخفاض في الأسعار مثلا لو كان الرقم الخياسي خمسة وسبعين في المية معنى ذلك أن الأسعار انخفضت بمعدل خمسة وعشرين في المية أي بمقدار الفرق بين مية في المية وخمسة وسبعين في المية في المثال السابق كمنا بحساب الأرقام القياسية لأسعار ولكن يمكن حساب الأرقام القياسية للكميات بنفس طريقة الأرقام القياسية لأسعار سميه رقم فيشر بالرقم القياسي الأمثل لأنه يتغلب على عيوب الأرقام القياسية الأخرى كما أنه يحقق اختبارات الأرقام القياسية من حيث لنكاس في الزمن والنكاس في المعامل يتم تكوين ترجمة نانسي قنقر